اشتركوا في القناة الرسمية قام فيها بسب وشتم محمود عبد المنعم كهرباء لاعب النادي الاهل ونجم منتخب مصر بألفظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بالقرد والكلب والصعلوق وانه للأسف بعض المسميات يعف لساني عنا ذكرها للأسف في الفترة الأخيرة وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الاهلي ومجلس إدارته وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم بل ويصير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير القروية وطلب النادي في شكواه بتطبيق اللوايح بوصف رئيس الزمالك ممثلا لناديه عن أحد أو أحد عناصر اللعبة وقدم الأهلي حفظة مستندات تضم استوانات مدمجة تحتوي على نمازج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود قهربة وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤوليه ده خبر رسمي نهارده النادي الأهلي أعلنه من خلال منصاته الرسمية وعبر موقعه الرسمي بخصوص التجاوزات التي تمت من خلال رئيس الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال قناة ناديه وبالمناسبة انت هنا الشكوى ضد أحد عناصر اللعبة رئيس النادي هو أحد عناصر اللعبة وسبق قبل كده أن اتحاد القرى كان عاقب عدد من أعضاء مجلس دار التنادي الترسنة بسبب خروجهم عن النص وعدم التزامهم باللوايح والقوانين في إحدى مباريات دوري القسم الثاني بالإضافة إلى ذلك في إحدى المرات لجنة المسابقات عندما نقشت بعض الأمور الخارجة عن النص لبعض الأعضاء المسؤولين في أحد الأندية سابقا خرج التوصيات بعرض الأمر على إحدى لجنة المختصة ومجلس دارة اتحاد القرى وبالتالي رئيس النادي أو عضو مجلس الادارة هو أحد عناصر اللعبة وبالتالي يندلك تحت طائلة العقوبات تبقى للوايح الاتحاد الدولي والاتحاد المصري لقرة القدم طيب نقطة مهمة جدا عايز أبدأ بها كلامي تعليقا على الأحداث التي حدثت للأسف بشكل سلبي عقب نهاية هذه المباراة رغم أن المباراة في حد ذاتها خلال التسعين دقيقة وعقب التسعين دقيقة المباراة اتسمت بالروح الرياضية وكلنا كنا سعداء ومبسوطين بهذا الشكل الحضاري رغم أن هذا الطبيعي وده المنطقي أنت بتلعب مباراة كورة قدم فبالتالي هي رياضة فالمنطقي أن المباراة تخرج بشكل طبيعي جدا وفي إطار الروح الرياضية بين كلا الفريقين لعيب الأهلي لعيب الزمالك الاتنين بلعبوا في منتخب مصر والاتنين موجودين مع بعض في معسكرات أكتر ما موجودين مع أسرهم حتى عقب نهاية المباراة ما فيش أي ما يعكر سفو مباريات القمة لكن للأسف بعد التصريحات السلبية التي خرجت بالأمس هي اللي عقرت السفو ومزاج الحالة الرياضية ومزاج كل المتابعين للشأن الرياضي في مصر خلال الساعات الأخيرة